في كاس مصر بين الاهلي وانتخب السويس وحنتكلم عنه وحنتكلم عن التوقعات وحنقرأ كمان المشهد يعني بشكل عام خيان راح بس في البداية طبعا بالمنور نظفنا العزيز جدا كابتن يهاف جلال نجمة الاهلي السابق صباح خير والله بتفعل قبل اي مبارا منور الدنيا كلناك تعال قبل ما نتكلم عن ماتش النهاردة وعن اللي جاي تعال نتكلم عن اخر حاجة في اللي فات كان ماتش الاهلي مع حرس الحدود وناس كتير بتبقى متخوفة من اول ماتش ليك وانت عائد من بطولة قوية وحاصل على اللقب بتاعها عادة اول ماتش ليك وبالذات في المسابقة المحلية بيبقى الاداء ايه عداية كده زي ما بتقال لكن احنا ما شفناش ده خارس في ماتش حرس الحدود وشفنا سولاسية رائعة وشفنا تقلق كبير مرجعية ده ايه هل قدرات اللعيبة ولا عملية الروتيشن اللي بيعملها كولر ولا ايه بالظهر بسا كاريم كل انت قلته ده كلام مظبوط جدا وكلام واقعي جدا انك انت بتبقى جاي من بطولة بطولة كبيرة جدا اكبر بطولة في القارة واخدها بشكل كويس لعبا ونتيجة وكل شيء وما فيش حد اثر خالص من اول الادارة لغاية اقل او اصغر واحد في الفريق انك انت تيجي بعد بعد بطولة وتدخل مباراة في الدوري وكان والفرقة انت بتلعبها اخر فرقة في الدوري ممكن تبقى مريح شوية بس ده ما بيحصلش مع النادي الاهلي لنادي الاهلي اي بطولة بيخلصها بخلص خلصت بيفي اه طبعا وبتخش بقى في البطولة التانية اللي هي بطولة في الدوري اه النادي الاهلي حسم بشكل كبير او ب بنسبة كبيرة جدا انه هو يحصل على بطولة الدوري ان شاء الله انما النادي الاهلي معاود معاودنا او معاود جماهيره انه هو بينسى البطولة خلص بيتخل في البطولة تانية لازم يكسب ولازم يكون شكل كويس عشان الناس ما تقولش اه ده مريح وبيفرح وفرحان وكده اه بتفرحوا كل حاجة انما خلص بدأت المباريات في البطولة تانية بتاخدها وبتلعب بيها كويس وده اللي حصل في بطش حرس الحدود نتيجة واداء يعني كل ده حصل بالنسبة للنادي الاهلي وكان الشكل رائع جدا والناس ما تخوفتش ان هو مثلا حيريح شوية او زي ما انت قلت الروتيشن اللي بيعمله كولر حاجة رائعة جدا كل اللعيبة جاهزة كل اللعيبة على على يعني مسؤولية كبيرة جدا يعني كل اللعيب في الفريق فطبعا ده هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي اي بطولة بيخشها لازم عايز ياخدها وعاوز يكسبها فده ده الطبيعي جدا في النادي الاهلي كلام جميل وعلى مدار التاريخ حضرتك بتقول الكلام اللي هو مثبت يعني احنا مش بن جنتل عن نقول كلام عن نفسنا مثلا التاريخ مش بيثبته فده كلام محترم جدا عايز اقول لحضرتك برضو او نروح معاك لنقطة تانية مهمة وهي فكرة ان انا ازاي بتكلم ان انا النادي الاهلي دلوقتي بعد هقول يعني المشاكل اللي حصلت الموسم اللي فاتت او اللي قبله ازاي انا دلوقتي قادرت ان انا حافظ على المستوى مقارنة بالجيل طبعا مثل حضرتك اكيد كان فيه ups and downs وده شيء طبيعي جدا وارد في كل الاندية لكن فكرة ان انا حافظ على المستوى الفريق وبطولات كتيرة جدا وشوف بقى الاهلي في الفترة اللي فاتت دي دخل كان بطولة كمان فالحفاظ على المستوى ده مش سهل فعايزة اقارن الفترة دي والمستوى اللي احنا فيه بالفترة بتاعت كابتال ايهاب جلالي بس انها واند المشكلة كلها مش في اللعيبة كل حاجة ماشى بنظام يعني انت بتخش على مؤسسة كبيرة زي المؤسسة النادي الاهلي مؤسسة كبيرة انت بتخش كل شيء مزبوط كل شيء متاح كل شيء مطلوب من اللعيبة او من الادارة مهيق للعيب او مهيق لأي حد في المنظومة نفسها فانت ما بتخش النادي الاهلي او المؤسسة النادي الاهلي او الكيان بتاع النادي الاهلي ما بتحسش ان فيه مشكلة بين اجيال اه ممكن زي ما حدتك قلتي شيء رائع جدا او شيء مزبوط جدا ان فيه فوق وفيه تحت وفيه اخفاقات وفيه تكسب والاندي الاهلي والاندي في العالم مش هتكسب على طول ومش هتكسب على طول انما النادي الاهلي عشان يحافظ على مستوى لازم يكون فيه حاجة يعني باكدراون كده من زمان موجود احنا متربيين عليه القوانين النادي الاهلي احنا بنقولش حاجة من احنا انت بتخش من ايام التيتش او من ايام الناس القديمة جدا اللي هي الاسادزة بتاعتنا او الاجيال القديمة جدا ان احنا عرفناها او سمينا عنها وما حضرناها انما فيه قاعدة موجودة في النادي الاهلي انت ماشي عليها فعشان كده مقارنة بالجيل بتاعنا او الجيل اللي كان بعدين بشوية او الجيل دلوقتي كل دوت ماشي على قاعدة سبتة بتخش النادي الاهلي ما بتحسش ان فيه اه ده زمان كان كويس ودلوقتي وحش او دلوقتي كويس وزمان كان وحش ما فيش الكلام ده كله ماشي على مستوى واحد مستوى المبادئ الموجودة المترصخة في النادي الاهلي ماشي بيها اجيال كبيرة جدا من ايام زمان جدا لغات النهاردة ليه عشان اي لعيب بيجي النادي الاهلي جديد او متربي في النادي الاهلي ما بيحسش ان فيه فرق بينما اخترح مثلا النادي تاني انا اما مشيت من النادي الاهلي وروحت النادي تاني حسيت فيه فرق فيه بين انك انت كنت في كيان ومنظومة ماشية بثبات جدا وانديها تانية انت اه ما احترمنا شديد جدا لانديها التانية انما النادي الاهلي نسب تعلم منه يعني فيه تعليم تتعلم منه المبادئ القيم الأخلاق التربية حصولك على البطولات انك انت لازم تكسب وانك تتعادل تبقى زعلان كل الحاجات دي مترصخة في النادي الاهلي وفي الاجيال اللي بتيجي كلها طب ليه الخصائص دي او العناصر دي عمرنا ما شفناها بشكل واضح في نوادي تانية غير النادي الاهلي يعني من قديم الأزل فيه سبات واستدامة فيكون النادي الاهلي طول عمره في حتة تانية